النسخة الثالثة لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ تنعقد للمرة الثانية بمدينة طنجة بمشاركة 500 من الفاعلين الحكوميين والمسؤولين والمنتخبين التربيين والخبراء يلتأمون على امتداد يومين لمناقشة القضايا الراهنية التي تهم البحر الأبيض المتوسط وفي مقدماتها قضايا التغير المناخي اليوم ندأنا واليوم نحاولنا لنقول الجميع بأن اليوم هذه المنطقة المتوسطية منذ سنوات تعاني تغيرات ملاخية كثيرة وتدائيتها ومنها البيئية الاقتصادية والاجتماعية حيث شفنا كيف عيشنا هذه السنة هناك فيضانات هناك حرائق هناك جفاف مؤتمر ميدكوب المناخ لسنة 2023 يتوخى المساهمة في خلق دينامية متوسطية تمكن الجماعات الترابية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط الموجودة بأحدى المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ عالميا من الارتقاء بمستوى التعاون بينها من خلال مشروعات ملموسة بيئية واقتصادية واجتماعية وعلمية الحلول اليوم اللي خصت تكون خصت تكون حلول اللي هزنها لتغيطوها وليوضعها للجماعات المحلية على جميع المستويات الاقليمية وايضا المحلية واليوم هي مناسبة ايضا باش نوضع واحد تصور مندمج كاملين بينها باش نقدرها التصور اللي هو غايكون تصور اللي كيجمع جميع المدن والدول دي الحوض الأبيض المتوسط نمشو بها ان شاء الله هالاكوب المؤتمر اللي غاي تنظم في الإمارات اللي هو هالاكوب 28 وتؤسس الدورة الحالية لمنتدى طنجة لتنظيم منتدى متوسطي سنوي موازن لكل دورة من مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ بهدف تتبع تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها والمشروعات التي يتم اطلاقها خلال كل نسخة من دورات مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول تغير المناخ على أساس فتح المجال لتدابير وإجراءات ملموسة بالتشارك المباشر بين الجهات المحلية والفاعلين غير الحكوميين في بلدان المتوسط لاسيما الجنوبية منها